أعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قريتنا أولد عودن في ملدنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملدكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تقر الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم العجفات فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا ملخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافر وما أنسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتعنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يديهم بسنا بيادا وهم نائمون أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا لقوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرسون أرضى من بعد آلها ألو نشاء واسوبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى فنقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فعذر كيف كان عقبض المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين هفي حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببين ذن من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآياتها فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عسوه فإذا هي التعبان مبين فنزع زاده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قومي فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل الساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الخالبين قال نعم وإنكم من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أنك ننعن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سهر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسهر عذيم وأوحينا إلى موسى أن أذقي عسوك أن أذقي عسوك فإذا هي تلقفوا ما يأفكون فوقوا على حق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هناك وانطلبوا الصغرين وألقي سحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذان لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون لأقضي عن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما ذنقم منا إلا أن آمنا بآياد ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركا وآلهاتك قال سنقتل أبناءهم ونستعيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعنوا بالله واسبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيه لك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آلا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات العلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ويندشبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن كثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آياد لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الضوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آياد مفصلا فاستكبروا وكانوا قلما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بمعهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجرهم بالغوا إذا هم ينكسون فاندقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآيتنا وكانوا عنها غافل وأورثنا لقوم الذين كانوا يستبعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل بحر فأتوا على قوم يأكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم أعظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة دواءة وأتممناها بعشر وفتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون لفني في قومه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن دراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف دراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما فاقا قال سبحانك تبد إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا فاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر دي حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وتخذ قوم موسى من بعده من هليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا الظالمين ولما سخب في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومي غضى بناسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألق الألواح وأخذ برأس أخي يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب وفر لي ولأخيه وأدخلنا في رحمتك وأمد أرحم الراحمين إن الذين تخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل دغى في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمد للذين هم لربه يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيان أتهلكنا بما يفعل سفهاء منا إن هي إلا فتنتك تبل بها من دشاء وتهدي من دشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير غافرين واغتب لنا في هذه الدنيا وحسن ذوى في الآخرة إنا هدنا إليك والعدبي أصيب به من أشاء ورحمتي وزعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنقر ويحل لهم الطيباد ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا وعزروا ونشروا واتبعوا النور الذي أمزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميع الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يهي ويميت فآمنوا بالله ورسله النبي الأمي الذي يؤمن بالله ولكلماته واتبعوه لعلكم تفتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه عدل وقضعناهم اثنتي عشر أسبابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فأما جست منه اثنت عشرة عنا ودعلم كل أناس مشربهم وذلنا عليهم الغمام وأغزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا عنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقلوا ربطوا ودخلوا الباب سجدا نوفر لكم خضيئاتكم سنزيد المهسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وأسألهم عن القرية الذي كانت حابرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرا عو ويوما لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذا قالت أمد منهم لماذا عرضونا قوما إلا هو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذراتا إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا في رددا خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور الرحيم وقضعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسناد والسيئاد لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا وارث الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرب مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميتاق الكتاب بألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر تخير للذين يدقون أفلا تقولون والذين يمسكوا نعم بالكتاب وأقل مصرى إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذا نذب الجبل فوقهم كأنه الظلمد وذنوا وذنوا أنه وافع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وادخلوا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنا دوافلين أو تقولوا إنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المجرد مباردلون وكذلك عدوا فصلوا الآيات ولعلهم يرجعون واتذل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فغسلخ منها فأسمعه الشيطان فكان من الظواب ولو شئنا لرفعناه بما بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل كمثل القلب إن دعم عليه يلهث وأتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين قذبوا بآياتنا فق سوش القصص لعلكم قصص لعلهم يتفكرون ساء مثل النقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإمس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيون لا يبشرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك أولئك كان النعام بلهم أبعى أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الهسنى فدعوا بها وذل الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمد يهدون بالهق وبه يعدلون والذين كذبوا بآية ناس نستدرج من حظ لا يعلمون وأمني لهم إنك يدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم يمذروا في ملك وفي السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قترب أجرهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في قضيانهم يعمهون يسألونك عن الساعد أيانا مرساها قل إن معلمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم فإلا بغدس يسألونك كأنك حفي عنها قل إن معلمها عند الله ولكن كثير الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا برا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا تستكفرت من الخير وما مسني السوء أنا إلا نظر بشري وبشير لقومي يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحد ذو وجعل من هذا وجعل يسكنا إليها فلما دغش ها وحملت حملنا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربنا ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فدعا الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم أه أفسهم يمسرون وإن بدأوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم شامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبشرون بها أم لهم آذان يسمون بها قل دعووا شركاءكم ثم أكيدوني فلا تمذر إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نشركم ولا أغفزهم يمشرون ويندعوهم إلى الهدى لا يسمون أو ترى هم ينذرون إليك وهم لا يبشرون خذ العفو خذ العفو وأمر بالغر في وعرب عن الجاهلين وإما ينزغن من الشعبان ينزغن فاستعذ بالله إنه سميع أليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف واتتم طائف من الشعبان تذكروا فإذا هم مبشرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقشرون وإذا لم تاتهم بآياد قالوا لولا جئت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قر يلق قرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرع وخيف فذودون الجهر من القول بالعوذو والآشال ولا تكن من الوافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأضعوا الله ورسله إن كنتم مؤمنين إنما مؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ذا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يغفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربي مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإنك فرقا من المؤمنين لكاره يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى موت وهم يمذرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنه ويرذى ذا الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتضع مئن به قلوبكم وما النشر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوشيكم النعاس أمنا دم منه وينزل عليكم من السماء ليبهركم به ويذيب عنكم رجز الصعبان ولي ربض على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فضربوا فوق الأعناق وضربوا منها كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد لقب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا الزح فعف لا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ذبره إلا متحر فاليقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المسير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء هسن إن الله سمع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفضحوا فقد جاءكم الفرح وإن تنتهوا فهم خير لكم وإن تعودون عد ولن وإن تعود نعود ولن تغني عنكم وفئتكم شيئا ولا كترت ولو كاترت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أضعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قولوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الشر التواب عند الله سم لبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لا أسمعهم ولو أسمعهم تولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة ذلة شيبن الذين ذلموا منكم خاشة وعلموا أن الله شديد يقب واذكروا إذ أنتم غليل مستض عفون في الأرض يتخافون أيتا خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنسره ورزقكم من الطيبة لعلكم تشكرون يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آمانكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم كتندوا أن الله عنده أجر عظيم أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون والله خير الماكرين وإذا وإذا تتلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أصدر أصدر أولين وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وأمضر علينا حجار ضمن السماء أو اتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون علي المسجد الحرام وما كان أولياء إن أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أغثرهم لا يعلمون وما كان شرادهم عند البيت إلا مكاء وتشدي فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أولهم ليشدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا يغفقون أولهم ليشدون عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا يغلبون الذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض وفيركو ماه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إيه عنده يغفر لهم ما قد سلف يعودوا فقد مضط سند الأول وقتلوهم حتى لا تكون فتند ولكن ولكن والدين وقاتلوهم حتى لا تكون فتند ويكون الدين كله لله وإن انتهوا وإن الله بما يعملون بشير وإن تولوا فعلموا إن الله مو مولاكم لعمل مغدا وإم النسير شدق الله لكم ورسا وإمام وتالي من الشهد وإمام شكرا